نسعد خلال هذا الصباح باستضافة السيد الممثل كمال يحياوي صباح الخير سيد كمال صباح الخير صباح الخير مرحبا بك معنا نورتنا اليوم في البلاتو بلاتو الصباح الوطنية الله يسلمك والله يسلم الوطنية خانتي شكرا يعني اليوم نختمها عبود بالفن نتحدث فنا نعم نتحدث فنا فعرفناك كمال يحياوي من خلال أعمالك الدرامية وحتى الكوميديا اللي قمت بها في شهر رمضان يعني حكينا على تجربة تاعك في مجال التمثيل السلام عليكم والسلام على المشاهدين الكيرم التمثيل كان بديته في 1980 مع المخرج عز الدين من الدور ربي يرحمه ومثلت مع في الفيلم هاداك احنا في احنا مع مصطفى العنقى ربي يرحمه محمود عزيز عبد القادر طاجر نعم اللي خدمت معها مدينة الحب وعاصمة تاقفة العربية وورداء آمل الى آخره تم مبدأت الانتلاقات ديالي حسيت هاداك الوقت خدمناك كي كانت الارتيا راديو تليفزون ألجيريا نعم لا راديو الصون وحده وليماج وحده نعم ارتيا لم تكن لون تي في ودوك لا راديو انت في حدكونا لارتيا نعم خدمنا خدمتي عزيز مكونا خدمو بيها ما لقليل وسائل نقصة تحس بلاك تخدم وتحس بلاك تمثل من خلال السيناريو وللعمل درامي ككل السيناريوز ما كانوا ملح كانوا السيناريو ملح بساح دوك لسيناريو الكينين دورك ما ما تقلموش كيفاش يخدموهم مهم مهم فمني كال السيناريو تعزمان وتع دورك اه تعز أنا تعزمان ليعجموني علاش تعزمان كل واحد يحطو في بلاستو في القالب ديالو تعدوك تسيبي ما يحطاش في القالب ديالو هارب لكن لكن هل يعني لبما بيصغة أخرى عن السيناريو يعني ربما الإخراج هو اللي يغير يعني من نظرة السيناريو لأنه لكل مخرج نظرته الخاصة فنشوفوا أنه صار فيه تنوع كبير يعني في الأعمال ربما الدرامية والكوميدية الجزائرية كين بعد من السيناريو يكونوا مخصوصين فيهم شوية كيكون عند المخرج في في البراطعولاراو مع التورناج ينجي مو يزيدوا شوية ينقصوا بشي تيحوا الفلاصة كين النطق كين سيب ممتد ما ينجي بشي انتق لذلك الحرفة ذاك المهم ينتقوا بحاجة واحدة أخرى ما يخرج على الموضوع برك أنا كيكون أعلم تلاميذ في المصرح وكذا نسيبوه ما يقدرش ينتقل لهضراء هذيك ما يقول له شوف بدل هضراء واحدة أخرى بس حما تخرج على الموضوع يزيم تناسبها وهنا ربما هذا يظهر في القلاء الإيطالية الإيطالية أقول لي كتير الإيطالية اللي تجمع الممثل مع المخرج أو مع طاقم العمل هي التمثيل نورمو مركة عندك في المركة تتخدمو تجمع الممثلين دير لكثير إيطالية القراءة الإيطالية قراءة الإيطالية كيفاش تكون يعني القراءة الإيطالية باش واحد كي يحصل في حاجة التم يبدو يصلحو نعم يبدو يصلحو هذا يسجمه هذا يسجمه كيما حتى ربما أفكار جداد ايه كيما في المسرح في المسرح علشان المسرح يجيني سهل يعني سهل على التلفزيون أنا سهل على التمثيل على سينيما سينيما جيني صعبة أنا هاكي تدخلي تخدمي طيحي مع واحد ولا يجي وكوا واحد سواء يعلي صوته ومتيرك الصوت التحت على حسابك انتين ولا تتعلي صوتك هو يكون التحت وش يصاله المهندسي الصوت صعب له فريق راشتع الصوت يصير في ديكالاش احنا في المسرح لانا في المسرح رك تلعب معه معه تلعب معه مدد ستشهور تسما مرقي كي تطلع سيرسال رك تخدم تفي قلوب اللي رح تلو ريبليك تم تم انتا تنرف دو مهم شا عمكتر تصالنا كده احنا يوم ميدا كي حبس اللي الكتير ديفي دي تاع الصن يحبس سبين احنا نخلقوا حاجة وحد دخرة تناسبها نعم كيما اخترق خدمنا احنا مدينة الحب رح نخدمنا في مركز ثقافي تاع مدية ومعلناش اللي الكتير ويمشي نورمال مدينة الحب هذا عبارة عن عرض مسرحي عرض مسرحي نعم لعبنا رح رح اللي كتير اللي كتير حبس مهم اللي كتير ديفي دي حبس بكاش مؤثر صوتي أنا عندي كتب أنا كنت نخدم بباسي الله يرحمه مدينة الحب حاكم كتاب مزي أنا عندي كتاب حتى قلتم ما تخلقوش دوك رح الصو أنا دوك عندي كتاب نقرأ أنا نقرأ 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 خرج عبدو جابولي كتاب ديفي دي حطوه سقموه ومبعد كانوا مازلنا تلتلقت الموسيقى تاعو عندنا عندنا واسمه لقطة مع عبد كريم بن خلف الله لا يرحمه نعم واسمه سامي تعملش عادل يجيز عمام مام سوريا كده يقولو كده ومبعد يقولوا عليها اشتحق لتم يكون القنيبري حنا واش يلينا دير أنا وصحبي ولينا نطبلو فلاسين أولت لك يعني ما كانش موسيقى عودتوها انتم حاجة أم الإخسراء نخلش لأسي ثرغاء نعم ناديك بايكزوم بخطرة رح نخدمنا في وهراء واسمها رايحاوين مع برايم شركي وانا كيكون نخدم مصرحية في ساعتين وعشر دقائق ندور عني سنو الوحدى رح طفلها دي قلت لأ دخلي دلتك قالت لي ماشي دلتك علاش الموسيقى حبسد قلتها بعدي جي داخل في براستها معي أنا معلي جي الداخل الموسيقى تلقى تعودت جبتتني معلي جبتتني دخلتي هي خليت لعب مشا نورمال مشا نورمال يعني تسلكوا المواقف في مثل هاد الأحداث نعم تسلكوا المواقف وهدي ما تعرفش مسكينها وما تفهمناها مع الأخير قلنا لها لا لا يزم الموسيقى عاردت الداخلي مش ما تخليش للمشاهدي قليس النار نعم طيب نروحوا الأدوال اللي جستتها انتايا في كل المسلسلات الجزائرية شكون هو الدور اللي ربما ضعف لك في المسيرة الفنية ديالك ليس ما اللي حسيت بها نعم مزاد لك في المسيرة ديالك بوكين زال اللي جدني في المسيرة تعقلت كما زي مدورها نحنا في نحن هادا كل اللي ولاني نعم كأول تجربة نعم كأول تجربة أول تجربة ومبعد التمان تقلت المسرح في 85 عند الأستد علال الموحيب الله يرحمه كان الأستد علال الموحيب مصطفى قصدرلي واسمه أمام ميلود رياحي عم محمد طهرفو ضالة نعم لأقدم يعني أعمدة الفن الجزائر كان الحامد عاشوري كان يقال معايا قال في 85 يبدأ معايا قلنا كيف كيف في المدرسة واحدة تخرج لها من تم ومبعد التمى راحت تتخدم تفيم موراه في 95 تفيم بتاع لفاميسي سليمان انت بتتخطرها برك عيلة سي سليمان كي كانت ومبعد التفيم مانيش عارف ما تتما يعاوتش جاز هاداك العاد تدورت على المسكون ساكن فيها جن كي معي تدخل فاللقطة تاع الساكن فيها جن صعيبة ما قدرت لهاش وفي رمضان طلعت الزقاولية رحت تدخدمتو تخطت البلاطو أنا اللي الخدمة وين تجيني الشخصية اللي ننبسها وين تجيني تلين تورناج وقال اكسيون أنا لتي ما بديت نتحرك بديت نتحرك نتحرك ونعيط قدت مع السيسان يا ربي يرحموا وقال كوبي خرج من البرسوناج جالي يا فوزي ساشي دي خزر فيها قالي سيمو حمدها ركا مليح قلوا لا 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 هوني لا بس قالي ماكش قلوا لا لا مودير تصوير قالي دو كماناش في ارمضان قالي صح نقول كاك م مضرو نعم لقطة هذي كانت بقالك لقطة صورتها فلا فيديو ماكش مليح مليح لين وريها له قل لي ماكش شو وريها لي لين وريها له يقول لي حبس حبس وش غريك في مثل هاد الأدوار يعني الجسد الشخصية ربا مسكونة وغيرها نورمالة تشوفك إنسان عادية هي تشوفها إنسان لي مجلسش الأدوار ما يقدرش يخطرش كاي كاي الناس يلعبوا سوا في المسرح والأخر كاي الناس هدي تعلمتها عندي على الله يا رحمه كاي الناس اللي يضحكوا عليه وكاي اللي يضحك بالفعل اللي يضحك تسمى ويخدم ولي يضحكوا عليها ويتبهلل ويقول كيما بالنسبة الناس في السنقه هكلي يقول كل الله غنتان جي بلاستيك كاي نقول له مساح يجي بلاستيك مساح يقابل لي كاميرا ولي قابل بيبليك داتي تبدله احنا احنا نحافظه اكسيوم الله هالكاميرا بتليفنه يعني رغبة الكاميرا داي من نعم نعم حتى يعني سيد كمال يحياوي يعني فناننا بعيد عن الأدوار انتاعك أكيد أنت يعني رك تشاهد مؤخرا جملة من الفنانين الشباب اللي يعني وضعوا اسمهم داخل الساحة الفنية الجزائرية داخل أعمال ربما رمضانية وحتى غير رمضانية نعطيك فقط ثلاث أسماء وتقول لي من الأضعف من بين هؤلاء الفنانين يعني تشوف أنه لا يملك أي أدوات تمثيلية أو أدواته ربما ناقصة جدا الأسماء ربما نعرفوها الكل أسماء هتاء عزيز على قلوبنا أكيد الاسم الأول عثمان بن داود الاسم الثاني يوسف السحيري والاسم الثالث عبد القادر جريو من الأضعف بيناتهم؟ لو كانت ثلاث أدوة على برك ما تنجف تقول الأضعف لكن أحتاج اسم ايه نعم هو نعطيك فلا كوميديا عثمان بن داود يوسف السحيري في الدراما و جريو في الدراما كيف كيف مولاجه سحيري يقدر يدير لك دراما ويخدمك شوية في الكوميك شوية سحيري أم جريو جريو في الدراما ديركت نعم يعني جريو ما يصلحش ربما الكوميديا دو كما بالك ما تجربوش دو كما نجيوش نقول لي كانا هكذا يعني كان في جرنال قوستو عبو أكيد دو فانتي كيفا؟ دو كان بالك لكون نخدم معاه بالك ينجم يخدم على هلالا لكن لكن من الأضعف بيناتهم هم الثالثة؟ أحتاج إلى اسم سيد كماش ما يقلش يقول أقول ما شاء الله في ثلاثة لكن أكيد واحد تشوف أنه لا يملك ربما الأدوة التمثير سحيرية لازمة شعر أعتمال بن داود في الكوميك نعم ما شاء الله طبعا و ألف تحية لأثمال بن داود في الدراما يخدم دراما بصحة تهربلو تهربلو يدخل تجويل في الكوميك في الدراما تساوي حتى تساوي ودخل في الكوميك و ما شاء الله الدوزيام سحيري سحيري شوية في الكوميك أغلبية في الدراما أكيد أبدع يعني ربما في الدراما وين قدم عديد الأعمال حتى شفنا في عمل عمل مشترك في تونس يعني شفنا في الفوندو شفنا في اليام نعم وين جسد عديد الشخصيات الدراما يخدم نعم نعم من ثلاثة ثلاثة يعني ما شاء الله إذا ما كشف ضعف بيناتهم ما كشف ضعف بيناتهم ثلاثة ثلاثة يعني ما شاء الله نعم نشاء الله يعني حتى نحن في بلادنا يعني عنا الكثير من الممثلين وما عنا شاء ضعيف ايه شنو كائين بعض من الناس يقولك اه وانا مقتص في الدراما قريت انا الدراما ما تقولش قريت على الغير على الدراما حنا كي نقرأوه نخدموه دراما كوميك هادوه ما تحفيهم تخدموهم خلينا كي ما نرف بعض من الأفلام يرموني غير طبيب فالبدراء رمواني جيش تريبينا علي ربما لي شك لك هاو كي ما كاميرا شربا رمواني طبيب بسح كوميك مع راشيد زغمية ربي رحمو كوميك نعم شافيقة 2 رمواني لوي سي جيش تيس يعني كنت في 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 المسلسل شافيقة بعد اللقاء كنت فيها كي ما نقوله موش عالك فيها داك الفيم يعني فيم شافيقة والله غير من شاء الله وانا الاخرش تعتري باش يعجبني خدمت معا شافيقة زي تخدمت معا البدرة نعم خدمت معا قال نرمومه هذا اللي خدمت معا طيب شكون هم بالمخرجين اللي تعاملت معا هم ربما بيودك انك تزيد تلاقى بهم في اعمال اخرى انا مادا بيكا تلاقى بالمخرجين لي خدمت معا ولي ما اخدمت معا انا عندي يقع كيف كيف وكيف اش رح يتعلم ما يقومس نخدم غير انا مع هذا سهل غير مع هذا منك حاجة صعبة نخدم معا نخدم مع تريبه اش كي يقوم قلي ما اخدمت مع جعف القصب ما شاء الله جمعي 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 وقدمت معا في قاوت ميمون نعم خدمت معا واسمه جمعي فاميليو قاوت ميمون خدمت معا خدمت معا يوسف وهب صايفي واسمه رابع الاسود نعم اه خدمت معا قانا واسمه احمد راشدي بن بولعيد اه اكيد احمد راشدي يعني اعرف علي فاندول نعم خدمت معا ودرده وحده وثائقية وثائقية جهاز غير كيمة عاي من ذاك الجوز خدمت معاها قانا كريم بالقاسم كريم بالقاسم كريم بالقاسم وش رايك في 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 انا احنا ربما احنا في الجزائر نسموه سيد المخرجين الجزائريين جمل فزاز ما شاء الله هذا كوى كان جيري تعني في كونسر مدور هو والله يرحمه بو تلجون ربي يرحمه اكيد وكان شيخ دحاوي ربي يرحمه شيخ دحاوي وقال حاكمنا لالقاع نعم طيب بالرغم انك فنان مخدرم يعني عشت مع ثل من الفنانين للكبار الجزائريين وحتى المخرجين لكن كل ما تروح تقوم بدورت جوز على الكاستينغ نقولك صح صح انا الكاستينغ كين نروح الكاستينغ نروح الكاستينغ ما نقولوش ما نروحش انا اغرابي باشي تلاقي بالاحباب ونشوفوا ناس وقدار ونديل الكاستينغ نديل الكاستينغ عادي نورمال ما نقول ما يقبلنيش ما نسعافش علش نسعاف هانا دي جاكين نروح نقول يا ربي ولا كي ما نقولوش شوف فيها مليحة جوزة ولا ماشي مليحة جبدني منها لكن كين فنانين الان ربعو معدهم مش بزاف من يدخلوا الى المجال الفني يقول لك بلي انا ما نجوزش كاستينغ يعرفني كيفاشن مثل يعني صرت وجه معروف مألوف يا ولا غير ميدك يحصل دي مغير تحصلين اه يعني الكاستينغ لازم لكن يعني على ذكر الكاستينغ كريمة سيد كمال يعني هل تشوف ان الكاستينغ الجزائري مبني على قاعدة صحيحة؟ صحيحة صحيحة لكن يعني مؤخرا شفنا عديد الفنانين وان ربما وجهوا اصابع الاتهام للكثير من القائمين على الكاستينغ وقالوا انه الكل راهم يجيبوهم معريفة مفيش كاستينغ معلن عنه ربما يعلنوا عن دور او دورين ادوار بسيطة جدا انا اقولك صح صح انا الكاستينغ هنا ما انا مشبه حلوش نروحوا نروحوا ديروا كاستينغ يقولك دير لي دور فلاني دير فلاني ولي اكتبت له ادك و ادك هي انا انا راح تخدمت سحل المرجان اللي اخدمنا فقالة اكيد بس قولي انا والله ما نعرفهم اعيه طولي في تيليفون انا راح تليها موحمد دول بسير ربي اعرف نعم مع موني بوعلام موني بوعلام وعدي مع توفيق ايضا توفيق خدمناها خدمناها فلقالة علينا شو راح نا قالي اش تقفل بدر اقالي زقيتلك اجيبتني ميرو تاك زقيتلك انا راح تليها ثم بعد جاء واسمه مدير الانتاج قالي اش تلقي خدمة تاعك بيها ما شاء الله واشنو وراكو في ثلاثة تتسارعو ايه طاحت فيها قلت له اكتبه الوربير يخدم قلت له ما اكتبليش انا بلك انا 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 بل في الايكونون بل عيان ايجي يخدم خار مني قلت له اكتب الوربير انا ها ما احسدو واحد اخر ما احسدوش انا ايه تفضل اما تقالي راح سني كونتر تاعك ايه يحسد هذا يحسد هذا نرمو في الفن انت رافدو كي ما كاين بعض من الناس تخدمي مع ممتل وحده اخر يقول لك لا لا يجي يحسدك انا مانيش راح نخدم بحاله انا قلت باش نخدم الوربير ايلي بيصوناش تاعي نخلق التلسوناش تاعي ما يخلقش بيصوناش تاع فالهان نعم كي ما نقوله الله يرحمه ولا هادو كيش نديرهم هادو كي تكون عندنا حصة ولا كيفاش نقل دوم نتفكروا نتفكروا اليابات نلعبوا دور تاع ريحة زمان نعم بيصر كيكون عندنا دوم اصحا ما نلعبوا سدور تاعو ما نروحش ندير موسيسدقات على سبيتر طاهر ما نخدموش انا نعم السيدي مات اربيا رحموا غير ولا درناكي ما نقوله باش نتفكروا الانسان اذاك كالتفاتة يعني كالتفاتة لله باش القدم يعارفو كيفاش كان يلبس كيفاش كان يهدر اذا ما كان نعم نعم طيب كنقطة اخيرا ترقليها اليوم معاك سيد كمال يحيوي دخول المؤثرين الى عالم التمثيل والدراما والفكاها يعني وش رايك في هاد النقطة؟ ايام دي حكي يدخلوا مسح يدخلوا على قانيهم اشي اللي يجي يدخل مثلا يعني زيقرة و هاي انتار و هتخدم هاي انتار و هتخدم يعني على الفولوورز اللي عندهم ربما يصدعوهم لأعمال فنية و درامية و حتى كوميديا شوفي كناتك باريزمف لم يجوزوا في تيك توك وم يجوزوا في اليوتيوب يجوزوا على حسب المقدورة تتحهم و يخدم الروحو اسموه وحنا روي جيني فيه صحيح سكي تديه انت تخدمي انت تتنقشي تسجميه هو يقول كيفاش انا راني فورا انا عندي نسبة المشاهد ماشي ينتوش نسبة المشاهده لكن سيد كمال و حتى كريمة يعني فيه العديد من ربما تم انتقاد العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لكن فيه مجموعة من هؤلاء المؤثرين ربما وضحوا للناس أنوا قادرين على انهم يمدوا اكثر قادرين على انهم يقوموا بالدور على احسن وجهوا احسن صورة وين شفناه وابدعوا في الكثير من الادوار خصوصا في الكوميديا لا لا يا مليحة احنا من نحسنو حتى واحد اخطر شما يشرح تدوم من هلين احنا انا نكبروه بعد نعجزوه بعد نموتو ايزا بيتكون اريلاف مصح واشنوه كما نقولوه يقبلوه النصيحة ويتعلموا ويتداروح تتعلم نعلمك انا نعلمك انا نوريلك وديه ونروح تخدم انا نخدمش انا يا سيدي اخدم انتا ماشي تجي تدخلي هاك داك نعم ايه كل واحد كل واحد تحت في بلاستو تعلميه الوقفة تعلميه لمشية تعلميه احتى الخسراء احتى لانه كاميرا تليفون غير الكاميرات اللي يستعملوهم في الامل ماشي وما علاش نقولك علاش يسيبوا راحتهم كي يخدم الروح وحده يجيب اخوه ولا يجيب كاشو واحد يصوروه نعم يقولك نخدم بالآلاز بس هكي يكون واحد نقيده يتيجينا نعم ويحصل يقولك انا ما نخدمش هاش حال واحد رحت انا اختراه رحت فولنو تنقفه بعتوني نقرر المصرح بعتوني المركز طيبي البيداغوجي اللي تلوزوميك هذوك احنا نخدموه ستناشين ساعة اللي تلوزوميك عندهم الموديلا قد تتخدموه ستسويع عنده هنا زادوا بدولي ستسويع في ميزون جان تعالى ابان فليتلوزوميك نخدم معهم برحتي يكن دي مونغول نخدم برحتي نعم الحفاظه يحفظوها ولله هيك ليجا نشحال نريح نخدموه عندي غالة بنات نخدموه عندي غالة بنات وخدموه ما شاء الله يعني يحبوه يتعلمو يحبوه يتعلموه في دقيقة يحبوه يتعلموها دقيقة والله مش عدقيها نعم طيب شكرا لك ربما الوقت دهمنا في هذا الصباح كلمة اخيرة تقولها معنا يأتيكم الصحة على السيدة فليست قبلتوني هنا والقناة الوطنية ويأتيكم صحة شكرا لكم شكرا لكم